ازايكوا عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير دلوقتي وكالعادة هنشوف مع بعض فيديو جديد ومميز هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة متميزة جدا وحديسة من الأدوات المنزلية والأفكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الأدوات اللي انت محتاجاها ولو لسه ما اشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة وياريت كمان تفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يوصل لك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف مع بعض الأدوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازاي ان احنا نقدر نستخدمها ونستفيد منها بعد كده تعالي نشوف مع بعضها عندنا منظم للرز والمنظم ده بياخد معاك حوالي عشرة كيلو من الرز ده او الدقيق وغير كده بييجي معاه أداة معيارية بتساعدك ان انت تعايري كمية الرز اللي انت محتاجاها وكمان تقدري من خلالي الأداة المعيارية دي ان انت تستخدميها كمصفة برضو تخسليه وتصفي بيها كمية الرز اللي انت عايرتيها وهنا معنا أداة التنظيف او الفرشة اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك على الحوض وتنظفي بيها مختلف أحجام الكوبيات بكل سهولة وتقدر ان انت تحصلي من خلالها على أفضل نتائج التنظيف زي ما هو زاير قدامك كده دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده هنشوف عندنا منظم لمختلف لوازم المطبخ المختلفة زي المعالي او الشوك او السكاكين او مختلف اللوازم اللي بنحتاجها والمنظم ده بيجي معاي قاعدة دائرية تقدر ان انت تثبتي المنظم عليها وتصفي من خلاله الشوك والسكاكين بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا المطحنة الصغيرة دي تقدري من خلال المطحنة دي تتحني الرز او السكر او الشطة او اي حاجة عاوزة تتحنيها بكل سهولة زي ما انت شايفة معايا كده من خلال الفيديو ودلوقتي هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي تقدر ان انت تعملي من خلاله عيش الكرب في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو بعد كده هنشوف مع بعض عندنا رف تنظيم بيجي مسبت عليه مجموعة من المشابت تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وطبعا تقدر ان انت تعتبريه كمنشر صغير واتنشر عليه الشربات او الملابس الداخلية بعد كده معايا منظم الاحذية طبعا المنظم ده بيجي عبارة عن كذا رف كده تقدر ان انت تنظمني دي مختلف الاحذية بطريقة مرتبة جدا وده هيتعدك ان انت تخلصي من كركبة الاحذية اللي بتبقى موجودة عندك وانا بقا هنشوف مع بعض عندنا فرشة صغيرة تقدر من خلالها تنظفي مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك زي الارضيات او السجات او الجدران وبيجي معاها اشاطة تقدر ان انت تلمي بيها كل المية وغير كده كمان بيجي معاها ملقاط الملقاط ده بيساعدك ان انت تشيلي بيه الشعر او اي حاجة في المصرف او على الارضيات بعد كده هنشوف عندنا فرشة التنظيف دي زي ما انت شايفة كده معايا بتيجي معاها قطعتين عبارة عن اسفنج وفرشة تقدري تبدلي بينهم على حسب طبعا الحاجة اللي انت عاوزة تنظفيها وتقدري طبعا تستخدميها في تنظيف حاجات كتيرة زي مثلا البتوجاز او الرخام او الاطباق والحلل او تقدري طبعا تستخدميها في تنظيف السجاد او الاحزاية او مختلف الاسطح اللي بتكون عندك يعني هي بيكون لها كزا طريقة في الاستخدام بعد كده هنشوف عندنا اكياس حفظ الهدوم او البطاطين والاكياس دي بيجي معاها جهاز كده بيساعدك ان انت تسحبي كل الهواء اللي بيبقى موجود في الاكياس دي وده طبعا بيساعدك على توفير المساحة جوى الدولاب بعد كده هنشوف عندنا مجموعة من الكطع اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك على اي مصرف في حيث ان هي تعزلك كل الشعر وكل الاوساخ وتحفظلك على المصارف ان هي تفضل نديفة بعد كده هنشوف عندنا قطعة حماية او مفتاح بيتثبت على الموتوساكل في حيث ان محدش يقدر ان هو يحركوا او يسرقوا بعد كده تعالي نشوف مع بعضها عندنا مصفة بيجي معاها طبق كده تقدر ان انت تخسلي من خلالها مختلف انواع الفكهة او الخضار وهي بتيجي متوفرة عندك بكذا لون وطبعا تقدر ان انت تستفيدي منها بكذا طريقة مختلفة ممكن تخسلي من خلالها مختلف انواع البوكليات او الرز او اي حاجة تانية انت عاوزاها بعد كده هنشوف عندنا منظم بشكل دائري تقدر ان انت تنظمي بزيوت او السلسات او التوابل وزي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو تقدر ان انت تليفيه بكل سهولة وتختاري منه الحاجة اللي انت عاوزا تستخدميها بعد كده هنشوف مع بعضها عندنا منظمات صغيرة تقدر ان انت تثبتيها على اقدار الحمام بكل سهولة وتنظمي عليها فرش الاسنان ومعجون الاسنان وهنا هنشوف عندنا منظم للحمام تقدر ان انت تثبتيه على اقدار الحمام بكل سهولة من خلال اداة التثبيت اللي بتيجي معاه وبعد كده تقدر ان انت تنظمي به الشامبوهات او الكريمات او العطور وهنا هنشوف مع بعض عندنا بسكت للغسيل تقدر ان ان انت تثبتيه على الجدار او جنب الغسالة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا المطحنة الصغيرة دي تقدري من خلال المطحنة دي تتحني الرزد او السكر او الشطة او اي حاجة عاوزة تتحنيها بكل سهولة زي ما انت شايفة معايا كده من خلال الفيديو وهنا هنشوف مع بعض عندنا منشر حجمه بيكون صغير لكن لما بتفتحيه بيسع معاكي كمية كبيرة جدا من مختلف اشكال وانواع الهدوم وغير كده كمان تقدر ان انت تنشره عليه البطاطين او اي حاجة انت عاوزاها وكمان هو بيحتوي على كذا رف وبيجي فيه رف عبارة عن مشابك تقدر ان انت تنشر عليها الملابس الداخلية او الشربات وغير كده هو بيجي مزود بعجلات يعني تقدر ان انت تحركيه وتتحكمي في مكانه بكل سهولة وهو مش بياخد عندك اي مساحة في البيت خالص بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من المشابك الصغيرة اللي بتيجي متوفر بيها مغناطيس تقدر ان انت تثبتيها عندك على التلاجة وتقدر من خلالها تقفلي مختلف الاكياس الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندك في البيت بعد كده هنشوف عندنا مجموعة من القطع اللي بتساعدنا ان احنا ننظم مختلف الاحذية اللي بتبقى موجودة عندنا جوه الجزامة بطريقة منظمة ومرتبة جدا وهنا هنشوف مع بعض عندنا هوك او اداة تقدر ان انت تثبتيها عندك على الجدار وهي زي ما انت شايفة كده بتساعدك ان انت تثبتي عليها رجلك مثلا لو انت بتنظفي رجلك او بتلبس الشوز وهنا عندنا المكنسة اللي تقدر ان انت من خلالها تنظفي العربية او الكنب او مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك في البيت وهي طبعا بتحتوي على اجزاء مختلفة تقدر ان انت تحصلي من خلالها على افضل نتائج التنظيف بعد كده عندنا اداة تقطيع وهي عبارة عن سكاكين صغيرة كده بتساعدك ان انت تقطع الفكهة او الخضار على شكل شرايا حفيعة جدا بعد كده هنشوف عندنا القمعة او المصفى اللي تقدر ان انت تصفي من خلاله الزيت او تعبي مختلف الحاجات اللي بتبقى موجودة عندك في مختلف المنظمات اللي انت عاوزها بكل سهولة بعد كده عندنا مفارش مكاومة للرطوبة طبعا تقدر ان انت تنظفيها بكل سهولة وتقدر ان انت تنظميها عندك في الادراج او في الدوليب هنا بقى هنشوف عندنا مصفى وفي نفس الوقت هي عبارة عن اداة معيرية تقدر ان انت تعايري به الرز او البوكليات او تقدر ان انت تصفي من خلاله الرز او الخضار او الفكهة وغير كده كمان بيجي معا كطع صغيرة كده بتساعدك ان انت تصفي من خلاله اي حاجة انت عايزها بكل سهولة يعني هوا بيكون لي كده طريقة في الاستخدام زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو هنا عندنا مجموعة من المنظمات اللي تقدر ان انت تنظمي بيها التوابل الصحيحة او التوابل البودرة او تنظمي بيها المكسرات او اي حاجة انت عاوزها وبعد كده هتقدر ان انت تثبتيها على بعض كده وتنظميها جوه التلاجة او بره التلاجة وهنا هنشوف مع بعض عندنا اداة تنظيف مميزة وهي عبارة عن ممساحة تقدر ان انت تثبتي عليها اي فوتا موجودة عندك وبعد كده هتقدر من خلالها ان انت تنظفي مختلف الاسطح والارديات اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة بعد كده عندنا ومصفة للحود تقدر ان انت تثبتيها بطريقة مبتكرة جدا على الحود وتصفي عليها بواي الاكل وغير كده كمان تقدر ان انت تستخدميها في تنظيم ادوات تنظيف الموعين هنا عندنا الشماعة اللي تقدر ان انت تتعلق عليها الهدوم او مختلف اللوازم الشخصية الخاصة بيك وطبعا تقدر ان انت تثبتيها على الجزء الخلفي من اي باب عندك ودلوقتي احنا شفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا داي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصلي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر انيتي تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معنا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبدا ياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليك سيبريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة الاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصل لك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوزا اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصل لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دول التلات طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيلي في خانة التعليقات وهرد عليك في اقرب وقت اسببكم في رعاية اللي ترجمة نانسي قنقر